اصوات الطائرات الحربية على الحدود اللبنانية تخترق سماء التوتر بين اسرائيل وميليشيا حزب الله الجيش الاسرائيلي اعلن ان دفاعاته الصاروخية وطائراته المقاتلة انطلقت بعد دخول طائرة مسيرة الى المجال الجوي عبر الحدود من لبنان مضيفا انه تم اطلاق سفارات الانذار في منطقة الجليل لتحذير السكان باللجوء الى اماكن امنة تطورات تأتي عقب ساعات من اعلان الجيش الاسرائيلي اسقاط مسيرة تابعة لحزب الله تسللت الى الاجواء الاسرائيلية من لبنان فيما اكدت مصادر امنية اسرائيلية ان الطائرات المسيرة التي اسقطت مؤخرا كشفت تنامي امكانات الاستطلاع الجوي التي صارت تتمتع بها ميليشيا حزب الله المدعوم من ايران حديث اسرائيلي اكده زعيم ميليشيا حزب الله قبل ايام بعد اعلانه عن تطوير مسيرات وصواريخ مواجهة بالتعاون مع ميليشيات الحرس الثوري الايراني نحن اليوم في لبنان ومنذ مدة طويلة بدأنا بتصنيع المسيرات صحيفة تايمز اوف اسرائيل نقلت ان التصعيد الاخير يأتي عقب رحلة سرية قام بها زعيم ميليشيا حزب الله الى ايران منذ حوالي شهرين تطرق فيها مع مسؤولين ايرانيين الى كيفية استعداد الحزب للرد على اي تصعيد عسكري او هجوم اسرائيلي محتمل على منشآت ايران النووية وفي حال ردت اسرائيل بغارات جوية مباشرة على مصادر التهديد داخل لبنان فان هذا يعني مواجهة عسكرية مفتوحة ما زالت الاوساط السياسية والعسكرية تستبعدها حتى الان اشتركوا في القناة